اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة أسهد الله وقاتكم مرة أخرى واستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعةكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبرعاية دكتور نيوترشن طبعا كالعادة معاي موجودة في الستوديو الدكتورة نادة سمعتها كاكاكاكاكا من بداية الحالة بعدما قلت السلام عليكم وهي تضحك شو بلعت الدكتورة؟ لا لأنه طلع البث المباشر قبل برنامجنا فقل عكي عيسى لازم أنا أدري نبت في ضحك عيسى عشان شي قلت له شو لي ضحكك لا بس كان حركة يعني مفرح ببداية البرنامج يعني ضحكت ضحكتنا قبل ببداية البرنامج شكرا لك يا عيسى شكرا غلط شو يعني واحد ما يغلط دكتورة عادي يعني هذه الحياة فيها أخذ وعطى يعني دائما أكيد 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 أنت واي تغلطين واحد ما يقول لك شيء؟ عموما دكتورة خلينا نصبح على الناس حلقة يديدة اليوم شو من الأيام؟ اليوم الثلاثة باقي يومين على الخميس الونيس أهم شي إنه باقي أنزي باقي يومين على الخميس الونيس حتى ذلك الوقت نصبح عليكم اليوم بالخير والنور والسرور ونقول لكم أرقام التواصل معنا 6-0-5-5-1-4-1-4 ورسالة نصية على 4-0-6 وموجودين لايف على أكاونت هيئة الصحة في دبي على إنستجرام نور دبي وأكاونت نور دبي نعطيكم التنويه ملكي لصبح تنويه مشروع سلامة نعطيهم عطيهم طبعا هيئة الصحة في دبي تنوه لكل متعاملينها اللي يزورون المنشآت الصحية العاملة بنظام سلامة اللي هي شو المنشآت؟ مركز البرشاء الصحي مستشفى راشد عيادات المطار مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل ومركز دبي الجلدية بحمل وثائق الثبوتية معاهم اللي هي بطاقة الصحية بطاقة الهوية وبطاقة التأمين إن وجدت للحصول على الخدمة وبعد تعاونوا مع الكادر وطولوا بالكم معاهم وإن شاء الله إن شاء الله ونقدم لكم أفضل خدمة مع سلامة طيب اليوم في الحلقة هاي ما بغيش تودين تعرفون تيسين صورين ولا تيسين طرشين مسيجات ولا واتساب من بداية الحلقة تعرفين ليش؟ الأول شرط آخر نور ها قال ليش؟ لأنه يقولت دراسة حديثة تحذر الهاتف الذكي يهدد حياة طفلك طفلك فحذر الخبراء من المخاطر التي قد يتعرض لها الشخص بسبب إدمان الأجهزة الذكية حيث تسبب في آلام الرقبة والجزء العلوي من الظهر وذلك نتيجة نتيجة الوضع الخاطر للرقبة أثناء استخدام الهاتف الجوال أوضح الدراسة الطبية حديثة أنه هناك مستقبل مجهول ينتظر الأطفال الذين يلهون بالهواتف لفترات طويلة حيث تتسبب في الكثير من المشاكل لرقبتهم والتي تطلق عليها رقبة الهاتف المحمول أو رقبة الرسائل أو يسمونه بالإنجليزي تيكس نيك تيكس نيك بالإنجليز يسمونه فتكون الرقبة منحنية للأسفل مثلما تنحني أثناء كتابة الرسائل ولفتت الدراسة إلى أن بعض صغار السن الذين يستخدمون تلك الأجهزة لفترات طويلة يعانون من مشاكل بفقرات العلية والغضاريف في السن الذي لا يفترض أبدا أن يصابوا بتلك الأمراض وفي طبيب المتخصص في جراحات العمود الفقري بمركز سيدار سيناي الواقع في لوس أنجلوس وأحد الباحثين المشاركين في الدراسة يدعى تود لانان قالوا أن الأشخاص الذين يحضرون إليه لعمل الأشعة يكونون في حالة سيئة للغاية وهو الأمر الذي يجعله متخوفا أكثر على الأطفال الذين يقضون معظم موقاتهم أمام تلك الأجهزة وأضاف أنه إذا استخدم الطفل ليبلغ من العمر ثمانية أعوام وما زال عموده الفقري في مرحلة النمو تلك الأجهزة بكثرة فهذا يعني أنه سيكون في حاجة عملية جراحية وهو في الثامنة والعشرين شددت الدراسة على مستخدمي الهواتف الجوال بضرورة استخدامها في وضعية تجعلها مقابل الوجه مباشرة وليس أسفل منه إضافة إلى ضرورة مساك الهاتف باستخدام اليدين وليس يد واحدة عرفت الوضعية صح؟ خلي الوضعية دكتورة هذه يتكلم بس على جانب واحد وهذا الجانب نحن نتكلم فيه أيضا إن شاء الله ونحن نستعرض في القادمة من الحلقة بعض يعني المشاريع الخاصة بمركز دبي لعلاج الطبيعي وإعادة تأهيل ولكن يعني أنا أشوف أن أولياء الأمور هم قاعدين يجرمون في حق أبنائهم بحجة أن الولد بيسكت إذا عطيت الآيباد ولا أضيت التلفون هذا إجرام أي والله محمود أو أيد لأول مرة أيدك وآخر مرة إن شاء الله لا فعلا يعني إننا نعطي الطفل يقعد بالساعات على الجهاز اللوحي لا صراحة يعني شوفوا يعني في عمر الثمان سنوات إذا كان يقعد الجهاز اللوحي في عمر الثمان وعشرين بيحتاج عملية جراحية فشوين وباء انتباه يا أمهات وعندنا أسمى على الخط عشان تقولنا وسائل التواصل الاجتماعي شو عندنا اليوم أسمى كم ساعة تقعدين على التلفون في اليوم أنا حظي لها أسمى وشي صباحك والله بالخير صباحك الله بالنور والسرون يا أسمى كم أدعد الحين نتكلم بمحدة أحصائي لها مجتماعي يعني كم بقعد ما بنقول عشان نص ما تحتاجش يا أسمى قولينا يا أسمى رسالتنا الصباح من أنا شمر قاد يمكنها أول شيء أتوي قبل ما أقوم أطلع كل الحسابات أتيكم عقب أقدر أبدأ تطمني وقبل ما نبعثي نظرة أخيرة أطمم كني من لوحة ترقد عيالها أطمني عقب أرجع أرقد مرضاني يعطيت العافية أسمى حبتي شو عندنا رسالة صباحية اليوم اليوم رسالتنا هي لتكون قائد متميز عليك أن تعمل دائما على تطوير مهاراتك وأن تتابع تطورات بشكل مستمر وأن تواقب ذلك تتطور يعني إنسان إذا ما طور نفسه راح يكون راجع وراء للناس كلاها تتزل وهو واقف مكرانه صحيح فدائما تطوير المستمر جدا مهم غير هذا اللي أنا بركز علينا إن شاء الله حين بعد مثلا مفتاعة في برنامج أو حفل ميل لأصدقاء المرضى لأشخاص اللي يتبرعوا بالأدوية لصالح المرضى يعني نستمن الناشط حسي الصحة وحين عامل خير إذا عندك دوا ما تستخدمه أو خلصت فترة علاجك في غيرك بيحتاجه عطنا إياه صحيح وحتى الدول اللي خلصت فترة شاسم صلاحيته وأيضا من الطريقة السريمة بالضبط حلو حلو ممتاز يعني ما في شيء الفر كله يبوه صحيح صحيح وفي برامج جديدة رح يسمى مبادرات يسمى إطلاقها اليوم بس قليل تابعونا على قناوات توفر اجتماعي تويتر نستجرام سناب شات ونستجرام وعلى الفيسبوك واللينك دل واليوتيوب دبي هل سيصارتي إن شاء الله ما نخلص أسمع معالجك بنعطيك الله كم أنت يسمعكم على طول على طول ودمتم بصحة وفاعد شكرا لتجاه أسمع ونهارة سعيد نهاركم وفاعد طيب الله يحييكم يبجيكم حتى حي الله للكويت نورتونا نزيل صباح الخير كان في من الكويت أي والله وحتى نظرهم خف هي والله صدق البث اليوم كمان مو عدل إيسا شو سالفت هذا اللي هنا هي والله يقطع كل الناس يشتكون منه نزيل وما أدري شو قال بس الحمد لله أني ما سمعته عمومة توني الحق عليكم حياكم والله صباح النور يعطيكم العافية ومشكورين على هالمعلومات القيمة نزيل وأيضا في بعض الرسائل اللي يبغي يتواصل معانا على 6-0-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق الرسائل النصية على كام دكتورة 4-0-0-6 وأيضا متواجدين عبر حساب حيث الصحة دي اتشي اندرسكور دبي إلى الساعة 11-10 صباحا بعدين أعطي حق أسمه وأكاونت نور دبي على الإستجرام أنزيل بعد الفاصل لدينا العديد من المواضيع ولكن دكتورة يعني آخر الكلمة ما نقولها على موضوع الشي يسمونه التكسنك التكسنك عندنا من نصح الأمهات أن الطفل يجب أن يقعد على الجهاز اللوحي كل نص ساعة نص ساعة يتحرك على أقل 10 دقايق ويا ماما أمهاتنا الجميلات حطوا تايمر في الآيباد نفسه سهل جدا حطي تايمر وعلمي الطفل من يرن خلاص يتوقف استخدام الجهاز اللوحي عشان الطفل يتعود على النظام لا تخلينا مفتوح لا تقولي أنا براقة من بعيد لا تقولي خليه يسكت فاصل وبعد الفاصل من تواصل صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم أردت أن أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وأيضا في هذا البرنامج يعني نفتح الأبواب لاستقبال أرائكم مخترحاتكم ولاحظاتكم وأيضا مداخلاتكم حول مواضيعنا اللي نطرحها أرقام التواصل معنا 600 5514 14 والرسالة النصية على 4006 وموجودين لايف على كاونت هيئة الصحة في الإنستجرام dhe underscore دبي وأكاونت نور دبي طيب أقترح على هيئة الصحة بأن تقوم بحملة لتجميع الأدوية الزائدة أو المنتهية من المنازل وذلك من خلال تعاقدها مع الشركة ذكر رسم شركة هذه المالة التوصيل وهذا وكل من الهيئة وهذه الشركة تستعمل في الحملة هذه الحملة الصحية الخيرية ضمن عام الخير والله حلول اقتراح محمود لا أنا بقول لشي دكتورة الاقتراح سبحان الله يعني جميل أنا ما أقول لا بس هي الفكرة وين الفكرة أن الهيئة عندها تعاقد في أنها توصل الأدوية للمرضى هاي متعملية للمرضى زين ولكن أن تاخذ الأدوية من المرضى وتيبة لا هذه يعني نحن نبغي مشاركة مجتمعية نحن ما نتريه كل الحكومة أو الهيئات هي اللي تبادر وتسوي لا نحن نبغي نزرع في عيالنا نزرع في بيوتنا ثقافتنا نحن نتطور شوفيت أأكد على كلامك أنتو ما تأكدين شوفت شي معاصبة نزيل عموما الفكرة وين دكتورة أن المراكز الصحية مراكز الرعاية الصحية لو لي منتشرة جغرافيا على شريحة واسعة مغطية مناطق دبي كلها تقريبا جغرافيا أي صيدلية هناك ود الأدوية ماتك في الفريج خمس دقايق من بيتك للمركز فرل هذا وتعال خلاص أعطيه للصيدة لاني وتعال البيت باقي على الخميس يومان تفضلي دكتور في السابع من إبريل الجاري بدأت هاية الصحة بتبي بتطبيق المرحلة الأولى من مشروع الملف الطبي الإلكتروني الموحد طبعا عرفون اسمه الحين سلامة في كل من مستشفى راشد مركز البرشة الصحي وعاد من مراكز تخصصية مما يشكل نقلة نوعية للخدمات المقدمة للمرضى للحديث عن هذا المشروع ودوره وأهميته والنقلة النوعية اللي حققها في المنشآت الصحية يصرنا يكون معنا اليوم في الستوديو دكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات بهئة الصحة بتبي صباحك الله بالخير دكتور يا مرحبا فيها حياك الله دكتور أحمد طبعا بدأ نطلاق المشروع في مستشفى راشد بالتزاون مع المراكز الأخرى اللي ذكرناها نتكلم عن هالتجربة وأهميتها وكيف مشى نظام سلامة حين تقريبا كمنا سبوع من عشر تيام من طلاق نظام سلامة التجربة في مستشفى راشد كيف كانت وشو أهميتها للمرضى بالنسبة لمشروع سلامة يعتبر من المشاريع الاستراتيجية في هيئة الصحة اللي حقق نقلة كبيرة في تطوير الخدمات الصحية الموجودة في هيئة الصحة بدأ هالمشروع بإطلاقه من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وليعهد دبي في فبراي 2016 والحمد لله بدأت الفرق تشتغل خلال سنة الإطافة سواء من الإعداد أو من التدريب أو من البعثات للولايات المتحدة أساسا أن يكون التدريب متكامل ومعتمد وحمد لله يعني حطوا تجربتهم على أرض الواقع من ناحية التدريب والتأهيل كبرنامج متكامل بدأ المشروع في التشغيل الفعلي على أرض الواقع في سبع إبريل مثل ما قلنا في مستشفى راشد ومراكز التخصصي منها الجلدية ومنها البرشة ومنها أيضات المطار وأخرى الحمد لله أنا قمت بأكثر من زيارة ميدانية في انطلاق المشروع وخلال جولاتنا حتى البارح مرينا على إدارة المستشفى راشد وغيره ومرين أيضا في أرواقة المستشفى الحمد لله الأمور تمشي بسلاثة وتكاملة وفي ترابط الحمد لله في الخدمة وفي شمولية الخدمات المقدمة للمرضى والحمد لله ما في صارت الأمور ما شيء طيبة وما في ازدحام موجود وكلهم نعرف الحمد لله عمله كيف يبدأ المشروع مثل ما قلنا هي رحلة للمتعامل يبدأ من دخوله للمستشفى من التسجيل إلى التمريض إلى الأطباء وبعدين يعمل التحليل المطوبة والأشعات ثم أخذ الأدوية والانطلاق البيت إذا كان في الأوت بيشن هناك أيضا إجراءات أخرى في الحالات المنومة أو الحالات اللي يستقبلها أقسام الحوادث ممتاز طبعا دكتور لتطبيق النظام أكيد كان في برامج تدريبية مكثفة للموظفي أو الكادر الموجود في مستشفى راشد فلمكن تخبرنا عن كيف تم تدريب الكادر الطبي والإدارة كامل في مستشفى راشد نعم في بداية المشروع تم اختيار 60 من الموظفين المتخصصين وتم ابتعاثهم وتدريبهم في الولايات المتحدة وكذلك في هيئة الصحة هذين رجعوا وحطوا برنامج تدريبي متكامل لأكثر من 12 موظف وكوادر فنية متخصصة في الهيئة الحمد لله تم تدريب أكثر من 3800 موظف وهذين أيضا انطلقوا يدربون ناس آخرين ممتاز الحمد لله من خلال الفترة اللي طافت كان التدريب متكامل حتى الإجراءات التشغيلية كانت سلسة جدا وما كان أي عائق لا سمح الله في موضوع التدريب أو التهيئة ممتاز بس المهم هو موضوع المرضى يعني المرضى لازم يتقبلون أنه بيكون هناك في بعض التأخير لازم يتقبل أن هذا مشروع حيوي كبير المحتاج شوي صبر وتعليم سواء من الكوادر الموجودة أو من المرضى جميل حد يسل برنامج السلام لجميع السكان ولا يشمل فقط حاملين جنسية الإماراتية لجميع السكان يشمل جميع المرضى يتابعون في هيئة الصحة في دبي وليس العلاقة الجنسية محمود بس كزعاج والله قاعد أحاول أضبط السماعة لأنه فيه على أكاونت النوردبي كانوا يشتكون أنه ما يسمعون الصوت نزيل صباحكم خير الصوت واضح ما فيه أي زعاج شكرا لكم محمود كان مضيع شيء لا والله قاعد أعدل السماعة طيب فيه دكتور يمكن البارحة أنا مريت أدور يعني قلت كان عندي تصوير في مستشفى راشد ومرت حاولت أني أنا شوف حتى كذلك نظام سلامة بأمانة ما شفت أي زحمة بأمانة ولكن مع السؤال قالوا لي بس أن هذا الوقت محمود عادة ما تكون في زحمة لكن يمكن الفترة الصباحية مع تكدس العملاء في هذا الوقت بطبيعة الحال يعني حتى الأيام العادية من غير السلامة كان زحمة الموضوع صح؟ وهو الحمد لله مجموعة من الإجراءات تتخذها في مستشفى راشد أساس القلل الزحمة في الفترة التدريبية الأولى يعني تم إعطاء مواعيد مبكرة للمرضى يعني تم في العيادات الخارجية في العيادات الخارجية يعني بدل ما يتمون مثلا في الفترة التسجبية ويكون في تأخير كثير تم دعوتهم لأخذ مواعيد قبل التشغيل والحمد لله يعني تم عمل الإجراءات اللازمة وعطاهم الأدوية أساسا أنه ما يكون فيه التكدس صار أيضا تعاون بين مستشفيات الهيئة والإزعاف أساسا أنه في حال إذا في حالات مثلا خارج مستشفى راشد يتم تحويلها إلى القطاع الخاص أو المستشفيات الأخرى في هيئة الصحة وما يتحول لمستشفى راشد إلى الحالات الشديدة التي نحن نقسمها يعني ترياج رقم واحد حسب عملية تصنيف أو فرز المرضى نعم فهذا أيضا خفف من التكدس اللي ممكن يتوقع فهذه الإجراءات أيضا حسنت رضا العميل وخلت الحمد لله بيئة العمل أكثر هدوءا لموضوع التشغيل لأن في بداية أي مشروع كبير خاصة على مستوى سلامة محتاج وقت أيضا للتطبيق صحيح دكتور أحمد كيف كان استقبال نحن دائما نتكلم ووجد نظر المرضى نحن نوجد نظر الثانية الكادر الموجود في أرض الواقع اللي هو يستعمل أصلا سلامة نعم كيف كان تقبلهم للنظام من أول انطلاقة شو ملاحظاتهم على النظام لا يحبون التجديد عادة الموظف يعني تغيير ما يحبه التغيير شيء يعني شو يقول challenge بالعربي يعني تحدي هي تحدي يعتبر تحدي لأي شخص والناس بالعادة تحب تكون ضمن نطاقة الراحة مالها ما تحب التغيير خاصة تغيير كبير مثل سلامة بس أنا شوفي دكتور شفت البارحة مثلا وأنا قاعد عند الطبيب عند صدرانة أشوف في أربعة خمسة سنة على الجاكيت الأخضر مع سلامة وعلى طول يسألونهم فيه أسئلة اللي اكتشفت أيضا فيه دكاتور يسألون أسئلة ثانية أصلا مهمو محتاجد أن يسأل هذه المعاملة ولكن يسأل على أساس قال مثلا واحد من الأشياء أنا طالعة دكتور تقول أنا طالعة من العملية أبغى أكتب نوتس وين أكتبها كيف أدخل كيف ماندري كذا قال لدي شيء على الحالة وماندري إيش وقال لا أنا الآن ما عندي حالة بس أنا أسأل يعني مستقبلا فيه ناس يعني وايد حابين الموضوع وأنا أشوفه بالعكس جيد أنه بيوفر عليك جهد كبير جدام نعم هو الحمد لله يعني كان استقبال الموظفين بشكل عام نوع من الابتهاج نوع من الفرح إن هذا السجل الإلكتروني الموحد الشامل كنا ننتظره من فترة طويلة جدا والحمد لله كحلم أتحقق الحلم الحمد لله على أرض الواقع وإيجابياته كبيرة جدا يعني مثل ما ذكرنا توفير الوقت والجهد على الأطباء توفير قاعدة بيانات كبيرة جدا للمريض وعيلته وكون مربوط مع مستشفات الهيئة يعني أي واحد يروح مثلا مركز البرشة مثلا ويتم تحويله إلكتروني بطريقة ذكية كل المعلومات وكل البيانات موجودة للمستشفى في أي وقت ممكن يحضرها وبنفس الوقت يقلل من الأخطاء الأخطاء في كفاءة في ثرعة في إنجاز يخفف أيضا على تكلفة الأشياء الهدوية ففيها ترشيد النفقات وترشيد أيضا للوقت والجهد أو للكوادر أو للمرضى السلام عليكم أسعد الله صباحكم محمود وندي وضيوف الكرام واحد يتكلم المرضى مو العملاء يا محمود ما نطرش لكم ريوق يزالكم الله خير شكرا صباحكم تفاول وطيبة وطيبة وأتمنى المزيد من التطور والإبلاء لدولة المرضى ويعطيكم ألف عافية وفوكم وسامة من الأردن شكرا ليش سموا المشروع سلامة اسمه الأصلي مو بسلامة ولكن هيئة الصحة لما تبنتها سمتها سلامة والله كان فيه عصف ذهني في موضوع الإسم تم اختيار مجموعة من الأسماء فنحن ما شاء الله نحن عندنا أسامة جميلة لمشاريعنا أنه يكون مثل الثيم لهيئة الصحة يعني صحة سعادة سلامة يحقق السلامة في كل الأحوال أيضا التغيير الإجابي مع نتائج طيبة للمرضى والأطباب يقتنعون بفكرة التغيير لا تلمس الموبايل يعلق البث تكفى إن شاء الله حطينا الموبايل طيب فيه السلام عليكم بصراحة عيسى ترى أنت تقولي قرى المسيجات ما توصلني أول بأول توصلك أنت قبل ما ندري ليش زي المهم السلام عليكم بصراحة ما بملاحظين أن المريض السوى سلعة ها دكتور كيف سلعة يعني؟ يعني يمكن هو يقصد بعد التيمين الصحي وفرض للنظام يمكن فيه استغلال من قبل بعض الأشخاص سواء من كل الأطراف الصراحة يعني ممكن يكون هناك استغلال ولكن هناك رقابة على هذا الموضوع فإن شاء الله المريض مبسل بالعبس نحن نبغي ما نبغي نشوف مرضة هاي بوجهة نظر إيجابية يعني بأن تكون صحة وما تحتاج تراجع المسفية للمرض نزين السلام والحمد لله فيه نظام تأمين متكامل على مستوى الإمارة وعلى رقابة صحيح وعلى عقوبات تراقب من وإلى تراقب كل مستشفى وكل تحليل وكل طلب أشياءات خاصة الأشياءات الكبيرة ونفس الوقت نحن نمشي على نمشي على بروتوكولات في العلاج وعلى خطط ومثارات علمية وإدارية توفر على الحكومة نفقات كثيرة طيب دكتور هنا فيه سؤال أنا أبغي أوجهها لك الصراحة يعني لأنه ممكن يقول السلام عليكم كثير من المباني في مستشفى راشد قديمة هل فيه خطة للتجديد؟ طبعا أنا أقصد مشافي والعيادات الخاصة أخوكم عبدالله نعم وفيه خطة رئيسية لتجديد مستشفى راشد سواء خطة داخلية لتحديث الأقسام الموجودة في المستشفى حتى نحن نزلنا البرحة للمستشفى مجموعة من المشاريع الداخلية فيه عدنا بيكون إن شاء الله قسم للرعاية القلبية موجودة ممتاز تحديث أيضا لقسم الحروق والتجميل وفيه أشياء أخرى موجودة داخل المستشفى وفيه عدنا ماستر بلان متكامل أيضا للمستشفى إن شاء الله اللي هي أعلنت عنه في بناء مجمع راشد الطبي إن شاء الله قريبا يعني إن شاء الله معه خلاص نحن نسوينا مشروع الكبير اللي هو سلامة فإن شاء الله باجل المواضع بتكون سهلة دكتور رحمد بن كلبان نحن شكري لك تواجدك معنا نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ومن تطور إلى آخر ويعني شكري لك أيضا حضورك معنا دكتور رحمد بن كلبان ودير تنفيذ القطاع المستشفيات طيب مستمعين قبل نطلع فاصل خلني أقرأ هذه الرسالة بس رسالة وحدة يقول هل هذا البرنامج فكاهي للأطفال أم برنامج صحي للكبار قليل من الجدية يا ديكاترا أنا بقول لك شغلة الآن أنا واحد من الناس بصراحة ما أحب أشوف واحد طلع اللي دكتور ييس يتكلم بشكل جدي بزيادة عن اللزوم أنا ما بتابع أصلا اتمل مننا محمود عقوب شوي بس معاك حق يعني أحيانا بعد كثر المسح غلط أكيد فالتوازن والوسطية بارك الله فيك في هذا الموضوع فاصل مستمعين وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتلكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج التي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للعلامة عبر إذاعةكم من مميزة إذاعة نور دبي وأنا بقوله حين برعاية الدكتور نيوترشن نزين طبعا قبل الفاصل كنت نتكلم على بعض المسجات في مسجان أن المريض استوع سلع وفي إضافة ثانية يقول صدقوني يحتاج رقابة أقوى وأقوى من اللي موجودة الحين مثال عندك زي تشام يخلونك تسوي أشعة شوف أي حالة مثل هذه اتصادفك الله يخليك تواصل مع الهيئة تماما من السبوع أعلننا عن مخالفة 25 عيادة ومستشفى صحيح نزين ومخالفات قوية يعني فأي حالة مثل هذه بالعكس أنا أتمنى أنك تتواصل مباشرة مع هيئة الصحة على ثمانمية ثلاثة أربعة ثنين وفي رقم التيمين الصحي ما تذكرها على أي بروميس يتخلون على أي بروميس على الويبسايت لأنه في رقم خاص فيهم بعد إذا تذكرها وصل صوتك وصل صوتك ذكرنا الرقم طبعا اللي تكلمت هو الأستاذ يوسف الزرعوني مدير مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل صباحك الله بالخير يوسف نور شكري خدماتك ما تنتهي معانا يا يوسف إزاك الله خير نزيل وأيضا معانا في الاستوديو كذا كسادة رانيا إلياس معالج رئيسي بمركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل هيش الله أختي رانيا الله يخليك سلام عليكم شوية قربي من المايك ولا تعالي تعالي هنا مو مشكلة جربي من الطاولة شوية أنا بحول هذا الجهاز عندكم أصلا لو فيه عموما بس عشان تشوفون الجماعة الدكتورة أنت عندك أول شيء تسألينك أنت تسألين عن الخدمات اللي يقدمها المركز صح؟ أول سؤال تسألينها هي أول سؤال بسألة لأن السؤال يسألوننا وعد متعامين لميون لأن عندنا نحولهم يقولون شو أنواع العلاج الطبيعي وشو الخدمات التي تقدم في المركز؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أحب في البداية أشكركم على الاستضافة ونيابة عن فريق العمل في مركز دبي للعلاج الطبيعي وعلى التهيل يقولون لكم تمنياتهم وتقديرهم لهالبرنامج وكلما تبثونه من المعلومات وأخبار وشو ما يخص المريض بشكل خاص وأفراد المجتمع بشكل عام وأتمنى لكم محمود ندى دكتوران ندى دوام التوفيق إن شاء الله شكرا والنجاح المستمر شكرا بداية طبعا مركز دبي للعلاج الطبيعي منشأة صحية متخصصة بعلاج بتقديم وتوفير العلاج الطبيعي ويعادة هيل لكافة أفراد المجتمع منهم الحاملين يعني بطاقات سارة المفعول يخص هيئة الصحة والمحولين من عيادات ومراكز الرعاية الصحة تابعة تابعة لهيئة الصحة المركز هذا يوفر خدمات طبعا برنامجين مهمين هو برنامج العلاج برنامج العيادات الخارجية لإعادة التهيل وبرنامج الثاني هو برنامج العيادات الخارجية للحالات المزمنة وفيه طبعا المركز هذا متعدد التخصصات هو الرائد هو الوحيد في إمارة دبي بشكل خاص وبالإمارات بالأحرى يقدم مثلا ما أقول يعني سلة من مجموعة خدمات تخص العلاج الطبيعي ويعادة تهيل منها طبعا الطب التهيلي العلاج الوظيفي العلاج المائي العلاج الحسي كذلك العلاج الخاص بالنطق والتخاطب للبالغي طبعا للأطفال والبالغيين طيب مدير مركز العلاج الطبيعي اللي مكانه في أموزكيم اللي بيجانب المدرسة هي نعم نعم نزيل في المنارة هي تعتبر هي في منارة رقم اثنين بجانب مدرسة المسكيم دوامكم الساعة كام ليساعة كام من سبع ونص لينتين ونص دوام من الأحد لينخنيص طبعا النظام شفت للواحد هو صباحي فقط في أفكار كم أنتوا تطورون شوي هذا هاي الفترة يعني ممكن تعرف أحيانا معظم اللي يرتادون هذا المركز هم من كبار السن هالموظفين مشكل مع الموظفين نحن عندنا الموظفين كيف يعني يعني استئذانات من الدوام عشان حضور العلاج الطبيعي في مركزكم ايه طبعا وشوف في طلب ونحن قدر المستطاع والإمكانيات الموجودة والكفاءات طبعا اللي تصغر فيه المركز من فريق طبي متكامل يعني لخبرة طويلة في التعامل مع الحالات طبعا نحن ما ذكرت المركز ايش عالج عالج الحالات طبعا المزمنة والمكتسبة صحيح حالات إعادة تهيل بصفة يعني جميل اللي ينسوي حادث حوادث حوادث السير السقوط السيارات إصابات الرياضية وفي عندكم تقنيات وايد حديثة وجديدة طبعا هذا اللي نفتخر فيه هو المركز الوحيد هو الرائد فيه أن يملك تقنيات حديثة ما استحدث في طبعا الأوامن الأخير في غيرها ايوة قبل لا تذكر أنا 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 بغي تناولها بالتفصيل بس خليني أخذها هذه المداخلة ألو سلام عليكم سلام أبو ندى صباحك ورد صباح الخير أخي بلدى أهلين لدى لدى أبو ندى أخي من الشاجة طالع من الرجل أهل أبو تفضل صباح الخير أخونا محمود أيها كلا يا أبو ندى أقول لك طالع أمرك أنا صالي فترة طويلة أروح أجعلاجي طبيعي أمم يعني أروح حق عزكم الله حق الاركب حق المفاصل يعني مديم يعني أروح في المركز مع دبي عندنا اهيه في مشتشة دبي طالع مرج مستشفى دبي أول كتب راشد متحولت على مشتشة دبي صحيح سؤالك بو ندى سؤالك تطلب ويتسألنا لك أنا حين أنا عاني يمكن لها وجاع في المفاصل في الاشتوف وهذا يعني هذا هل من السكر ارتفاع السكر من شنو ما أعرف زين عندنا معالجة معالجة في مركز العلاج طبيعي أحيى راني راني بتجاوبك راني بتجاوبك بوي اسمع الإجابة السلام عليكم حياك الله الله يحمر إن شاء الله يزاعدكم إن شاء الله الله يخليك شكرا 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 لك شكرا فضل أستاذ راني أبوي طبعا السكر له عوامل كتير وتأثيرات على المفاصل وعلى الأطراف وعلى الأوجاع طبعا الدكتورك اللي عم يتابعك أو حتى بمركز السكر بيقدروا يساعدوك أكتر تحتى يتقدر تعمل فحوصات أدفانس أكتر متطورة أكتر تحتى يعملوا أشعة على الكتف يمكن يكون في خشونة يمكن يكون السكر مش هو السببب الأساسي بس كمان ممكن يداخل كل الأمور مع بعضهم حتى عيسى يقول من دول كولسترول خليخف الدول هذا وش اسم الأمور في دراسات بتقول أنه في نوع معين من أدوية الكولسترول بتأثر على المفاصل والأوجاع إحنا عندنا شكوى دائما من المرضى أنه يقول لك أنا سير علاج طبيعي عشر حصص مثلا وعقب هذا خلاص يقول لك بالعادة المعالج يقولها كمل في البيت أكيد يقول لك فيقولون أنا ما استفت من العلاج طبيعي يما يسألك كيف ما استفت يقول طرشون عشر حصص حقبها خلاص قالوا كفاية كمل في البيت فما كملت أكيد فإحنا دائما نقول لهم كملوا العلاج الطبيعي في البيت طبعا فهل أنتو تعطون ملاحظات المرضى أو إرشادات معينة عشان طريقة تكملة العلاج الطبيعي عم تعيش حياتك الطبيعية اللي هي سببت لنا أساسا هي المشكل والضرع صحيح أكيد الجلسة هي بتتضمن تمارين رياضية المريض لازم كمان هو يكون عم يتابع فيها وخصوصة إذا في المسببات طبيعة الحياة اللي عايشينه إذا هو غلط هذا اللي بدنا نعدل فيه صحيح هذا اللي بيأثر على العلاج وإنتو عندك في المركز الطبيب بعد موجود لالخدمات اللي عنا تياسيلا دكتورا عندي عحل الأخر سؤال عكما تعطيك عنا الطبيب التأهيلي عنا علاج طبيعي للأطفال وللبالغين عنا علاج وظيفي عنا النطق العلاج التقويمي التغذية لأنه كمان التغذية والوزن الزايد عم يأثر على المفاصل صحيح ونحنا مثل ما قال زكرا إستاذ يوسف نحنا عم نعطي باقات للمريض صحيح وهي ده اللي بيميزنا هلأ بعد شوان نحكي عن تفاصيل رحلة المتعامل عنا في المركز على طريق رحلة المتعامل يقولون ليش مواعيدهم وايد بعيدا هذي يقول أنا ولدي من سنتين وسو وسوو له علاج طبيعي ست شهور بعدين قالوا حقي ما في مواعيدة ترية بس بصراحة مركز راقي وايد زحم المركز زكرا لو لا الخدمات جمع كان زحمات وقع طبعا ممكن نتواصل بالعكس هذا يهم نحن يعني أنت عشان كن صريحين شوية بس عشان المتعاملين كذلك يعون هذه المسألة أن الآن يعني المركز صار له إدارة جديدة صارت له رؤية جديدة في التعامل مع المتعاملين وأيضا هناك تحديات كثيرة صحيح ساد يوسف إن شاء الله بيوقف أمامها وبيحاول إنها عالج الملتقى الصحي الخامس للمرأة هذا ما لدينا علاقة فيه ماشاء الله عليك يوسف زرعوني يوسف يشوف وائد عندك جمهور متابعين تحية ضيوفكم الكرام شو العلاج المائي هذا واحد من تقنيات التي تقدمونها واحد من العلاج التي تقدمونها العلاج المائي الذي نقدمه هو علاج بالحوض بالمي الأشخاص اللي عندهم إصابات وعندهم صعوبة بأنهم يسووا التمارين الرياضية على الأرض بسبب الخشو هنا بسبب الأوجاع بسبب الوزن الزايد المي بتشيل وزن الجسم بتخفف لنا هيدا المسبب للضرر اللي ساير بالمفصل أو بالعضلة والمريض يقدر يسوي التمارين بسهولة أكتر بواجعة أقل حرارة الماء نقدر نتحكم فيها المريض يحس براحة أكتر في إصابات أعصاب اللي ما بيقدروا يمشوا على الأرض بيقدروا يعمل تليس تمارين هن ووقفين للحفاظ على كوة العضلات على ليونة المفاصل وليونة الجسم ذكرتوا أنه فيه علاج طبيعي للنطق عند الأطفال من أي عمر لأنه سؤال جدا هم وايد أمهاتيون عندنا الطفل عندهم تأخر في النطق أو كان عندهم مشكلة في السمع أو عقب ركبولة تم زراعة أو قاعة أو شيء فما يعرفون وين يتوجهون لعلاج النطق فكيف شو الخدمة على تأيب هذا خدمة فقط على العلاج على المركز ولا أعتقد في المستشفيات كذلك لا فيه في المستشفيات نحن لعنا بس للأطفال وليس للبالغين طبعا من العمار من سنتين فما أفوق لكن الحين إن شاء الله فيه خطة أنه نستحدث قسم ثاني جميل للكبار 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 طيب أنا بأخذ الأجوبة الجاية على السريع السادة يوسف ولكن خلنا نتكلم عن الروبوت أو شيء عندكم في المركز طبعا في البداية المركز يركز على استراتيجية إمارة تبي العشرين وواحد وعشرين فيه طبعا فيما يخص الابتكار وتوفير التقنيات الحديثة ما يسهل عملية العلاج فوحدة من التقنيات اللي نحن المتوفرة في المركز هو الجهاز الروبوتي هذا الوحيد من نوع الفريد مثل ما أقول المركز يقفر على الساس أن يساعد يساعد المرضى هم اللي هم عندهم مشاكل في الأمراض العصبية من الشلل الرعاشي الشلل الأطفال السكتات الدماغية فجدنا في عندنا نحن الكثيرين يعني من النسبة طيبة ونتائج إيجابية من اللي هم استخدموا هذا النوع من الروبوت وأثر على نمط حياتهم نحن نركز على جودة الحياة فبالناحية الفنية ممكن اخترانية تتكلم عن من الاستفاد وكيف وشو الحالات اللي ممكن تصنف وتحول لاستخدام هذا الروبوت طبعاً الجيو سيستم هو آلة جهاز روبوتي بيتكل على للأطفال والكبار في عنده أكسساري حتى للصغار من سنتين وما فوق تقدروا يوقفوا بهيدا الجهاز أكيد في في شروط للاستعمال هذه الآلة يكون في ثبات بال القسم العلوي للجسم الجهاز بيساعد أنه يشيل وزن الجسم بيحمل المريض وبيخليه يعمل خطوات المريض اللي صار له فترة ما حس بخطوات جسمه ما حس بأكيد مثل ما منعرف الخطوات أو الوزن على الجسم بيساعد للعظام للمفاصل لليونة ومنقدر نعمل تقريباً 800 خطوة خلال 20 دقيقة ممتاز هذا يغير نفسيته يحسن عضلاته مفاصله عظامه وعم نساعد اللي هو الهدف الأساسي الاستقلالية المريض نحن هدفنا الأول في إعادة التأهيل هو الدمج للوصول لأكبر قدر أو أعلى مستوى من الاستقلالية عند المراجعين عننا بنسأل السؤال بس إجابة على السريعة السادراني عن التأهيل الوظيفي شو الحالات أو شو خدمة التأهيل الوظيفي بالضبط التأهيل الوظيفي هو الأمور في حياتك اليومية ما بتقدري تفتح ما لعلقة بالتشار يعني لا يعني هل أنا كنت أفهم قبل التأهيل الوظيفي أنا واحد لو يتعرض لحادث ويبا يرجع ماذا اصاب الشلل أو فقد أي من أطرافه بيرجع لنفس العمل فهل تأهلونا لرجع للعمل مع الإصابة الجديدة أو مع الإعاقة هيدا هون صرنا عما نحكي العلاج الخدمة الاجتماعية والأمور النفسية هيدا قسم تاني بس كعلاج وظيفي هني بيساعدوك كيف تمسك القلم تقدر ترجع يعني هول الديتيل الصغير تابعوه الحياة اليومية كيف يغير تيابه كيف يتبح الصلاة التفاصيل حتى بيساعدوه جديدة مثلا لمرض شلل الرعاش المعالق بتكونوا بطريقة معينة لكل حال أنا الحين بأخذ معات موعد من المدير يعني بأقوله على أساس أنه في حلقات جانب أسبوع أو لكذا لا مو موعد أنه شاسمة بسيرة تعالج لا موعد أن يتينا البرنامج نأخذ حلقة كاملة بأهم الأمراض اللي يجب أن الجمهور يعونها وهو أيضا للوقاية لأنني عندي الوقت بداي يخلص ففي مسج يقول يوسف أنا بسير المركز بقول حقهم أنا من طرف يوسف الزرعوني عشان يعطوني موعد أنا قلت سير السجل عن يوسف الزرعوني لكم الاستخدام مكتب المدير مكتبكم بعد الضم ما فيها أبواب ناس مكتب ساني طيب ما فيها أبواب أنا لدي مجوعة بسجات بقراها على السريع بالأستاذ يوسف زرعوني مدير مركز دبي للعلاج الطبيعي وعادة التهي نحش أكري لك تواجدك معنا ونتمنى اليايات أكثر إن شاء الله إن شاء الله وأيضا الأستاذ رانيا إلياس معانج رئيسي بمركز دبي للعلاج الطبيعي وعادة التهي شكرا لك شكرا جزيلا شكرا لكم لا فضفوك شوفي شوفي اتعادي يعني إذا لا فضفوك يعني قال كلام حلو أوكي شكرا صدقوني بسأل عن التامين الصحي إذا أمكن الاتصال بي بأتصل بك الحين بعد البرنامج على طول عيسى بس اكتب لي رقم الله يخليك ويوفق إن شاء الله ما شاء الله عليك أستاذ يوسف تحيير ضيوفكم الكرام أشكري ما قصرتو في وائد أسل هنا كانت تتكلم عن المركز ليش ما يكون ممكن تحول لسا جاوبنا عليها تقريبا كلها في شيء يديد يعني أقبل هذا ما فيه أي حد عنده يبغي واصطة بحولها عليك واصطة واصطة لسما ترشم عندي في البارشة يقول واصطة دكتورة وحق لها وحبوك وشان زي تسوي واصطة ليش ما يكون في بث مباشر خارج الإذاعة في أحد مراكز ومستشعات الهيئة حلقة من الحلقات بشكل أسبوعي عسى بنعيش الأجواء العيادة الذكية من جانب قيادات في خدمتكم من جانب في الفعاليات كلها قاعدة تفقيف الصحي يا روحة هذا صحيح أصلا لو فقرة المحارش ما فيه يصير فيه شيء غلط ها 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 نزي هذا لأن فيه ريال هنا كان منزع زعلان هذا كل من نجدكتور الزعلين للناس والجمع بين الفكاه والجديه هو اللي يحلي البرنامج شكرا لكم صباح عجب ماكم يوم ساعة كمية جدي جدي تحسونك أنا ما رأيت منهم ممتع زي 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 خير لا مشكورين ما قصرتوا عموما نحن وصلنا لختام بحلقتنا عصب عيسى فلما يعصب عيسى شو معنا نسكر 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 شكرا لجي دكتور رندة شكرا لكم مستمعين وشكرا لكم لرسائلكم سواء كانت رسائل انتقاس رسائل إيجابية رسائل شكر أي رسالة ممكن الإضافة لهذا البرنامج شكرا حتى نلقاكم غدا نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي